موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في النشأة الرياضية حقق منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطير انتصاره الثالث على التوالي في البطولات الخليجية والمقامة في مملكة البحرين بعد فوزه على السعودية بثلاثة أشواط نظيفة بوقع 25 نقطة مقابلة 23 25 نقطة مقابلة 20 و25 نقطة مقابلة 21 في المباراة الثانية نجح المنتخب الكويتي في تحويل تأخره بشوطن أمام المنتخب الإماراتي إلى فوز مثير بثلاثة أشواط مقابلة شوطن واحدة ليحقق بذلك الأزرق الكويتي فوزه الأولى في البطولة الخليجية صعد فريق المحرق إلى الصدارة المشتركة بعد فوز الثاني على التوالي والذي جعل البسيتين بهدف دون مقابل في ختم مباراة الجولة الثانية لمنافسة دوري الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم ليرفع بذلك فريق المحرق رصيده إلى ست نقاط فيما ظل البسيتين على نقطتها الوحيدة بعد تعادله في الجولة الأولى كما حقق فريق الحد الفوزه بهدفين نظيفين على حساب فريق الحالة ليرفع بذلك رصيده إلى ست نقاط مشاركاً المنامة والرفاع والمحرقة في الصدارة العامة اكتسح مركز شباب جيد حفصة منافسه مركز شباب كرزكانة بثمانية أهداف مقابلة ثلاثة وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية في دور خالد بن حمد للمركز الشبابي الثانية لكرة قدم الصلاة فيما تعادل مركز شباب رفاع الشرقي مع مركز شباب الزلاق بهدف لمثله